السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته كما ركمتوا فيه من هنا حكمت ثلاث أفخار تاع الجاج كنتوا بيسر من نقياته بالخل والملح ومقطراته إذا نتواب نستحق شوية حار شوية ففل حمر شوية سكنجبير ففل لكحل وشوية تاع الكمون وسنينات سوم رابين والوصفة يعني هذه اللي باش تنجح لكم شوية تاع الزعتر ولا هنا ثانيك نضيف شوية تاع الموتاغت نصف حبات عقارس ونصف علبة تاع يوخت طبيعي إذن هنا باش يعني هذة الطريقة تقدرو تتبلوها مقبل ولا ديروها توتسويت يعني سادي بان كل واحدة وكيفاهي لكنتوا عندكم الوقت ماذا بيكم ديرو التدبيلة كيما ركم تشوفو هكذا تتقبل الجاجن تاعكم بالموس وباش تبلوها هذة باش تدخل الداخل باش يجيبنين اوي نهنا انا قصتروحي بالموس فوفاغه اتنسيون سيبا غرف إذن كيما ركم تشوفو راني انتقب في هذك الحم تاعيد وما تقدرو تديرو أي يعني تقدرو ديرو جاجة كمبلي ولا صدر ولا كيما حبيته والملح من الأحسن من ديروش تتبيلة نحب نملح الجاج هنا باش يجيب غيمو مالح الجاج محمر لازم يكون مالح مالح صوف للناس اللي ما يقدروش للملح بيسيرو يديرو مسوس إذن كيما ركم تشوفو الهنا على الملح مالح من فوق من تحت على ونروح ندير لما غيناد انتاعي يعني التتبيلة إذن في طبسي كيما ركم تشوفو نحكم هذك نصف علبة تاع اليوغت يوغت طبيعي تقدرو تعوضوه بشوية تاع الكرام فخيش اللي عندها ندير النصف مغير فاتع لموتاغت لموتاغت راح تعطيلو بالنو طراوة ندير هذك سنينة تتعثون أنا هنا مكتر جديد توقي لرباح حبات صغار ندير التوابل كما قلنا شوية كمون شوية فلكحل شوية زنجبيل عكري وشوية تعال الحار ندير وغي شوية بها يجي من السم يعني وجي بنين نزيد غيش شوية تعال الملح بس كني ديجا درت الملح في الكويس ونخلط كما راكم تشوفو الهنا هذك المواد كامل وندلهم هذا هو السر في هذا الجاج يجي فغيمون بني جربوه اللي هو الزعتر يابس تحبته بين يديكم الزعتر مشي زعيترا يجي بيان الزعتر يجي فغيمون واحد دلقو اكستخاف دينار اللي ما يحبش الزعتر يقدر يدير البازيليك يعني الحبق ولا الزعترا بسحب الزعتر يجي هايلا وهنا نعصره نصف نصف حبات على القارس ونحطوا هذك القشور معليش في التتبيلة ونديرو شوية تعال زيت زيتون اهنا استعمل زيت زيتون اللي ما عندوش ولا ما يحبش اللقو تعال زيت زيتون يستعمل زيت المائدة النغمال هذي هي التتبيلة شوفو كيفارها هي هايلا ريحان تحا روعة انا نسيت له هنا ثانيك الكركم في المقادير هنا الكركم ثانيك مليح يطي اللون ومامتون فيه فايدة للجسم الإنسان والجاج يتماشى مزاف مع الزنجبيل والكركم ثانيك شوفو هذك اللون تعل الخلطة هذيك جي هايلا والا واناي هنا نحكم الحبيبات الفخاة التواعي ونبقى ندخل فيهم هذيك التتبيلة الأحسن تستعملوا يديكم الهنا استعملت اللقان باسك بلا كولور كي روح نخدم يديها يبقى وصفورة هكداك دونك ولا مكاش كي ما اليدين كي ذبعلي كي يقول لك نستعمل مغير فاولة فرشيطة ولا ولا كي ما لكم تشوفو هكدا نتب بالكامل ونخليهم بيانسور يريحوا في الفريجيدار نغطيهم بسيلوفال ونخليهم يريحوا في الفريجيدار المدة قد ما يقعدوا في الفريجيدار قد ما يجي هذك الجاج بني أنا هنخليهم مدة ساعتين وهنا كي نجي باش ننضيب الجاج نكون قطحت هذك البطاطا قطحت ها ضوائرة كمتشفو السمك انتحها ما يخشينها ما يرقي قدرت لها شوية على الملح شوية على الفلفل اللي كحل ونخلطهم هنا الكمية على حساب افراد العائلة هني قدرت حبة بصل مقطعة شرائحة كبيرة حبة طماطيش وحبة على الفلفل اللي خضر حلو اللي يحب يدير الفلفل الحار يقدر يضيف وانا الهنا استعملت ان بلا تعال الفور شوفو كيفا رعندو الغطان تاعو بسجاج لانه ما عندوش هاد النوع من البلا يستعمل بلا تعوه نورمال تاع الفور ويدير له بابيه كويسان من فوق ورق الطبخ ويغطيه بالبابيه تعاليمينيوم انا هاد الطبق يساعدني بزاف لانه يطيب كل شي لداخل فيه هنا بعد مرور ساعتين في هادك تدبيلا نحكم لبلان تاعي دي لغيه شوية عزيت زيتون حاجة قليلة برك ندهنوه من تحت نظن بلي صورة هي معبرة هلا اذا نفرش ملتحت اول طبقة نفرش هادك هادك البصل اللي درته ملتحت وبعد نحط هادك البطاطة اللي ملحتها ودرت لها شي فليك حل صدقوني هاده الوصفة يعني سهلة ما تديش وقت بزاف وممطن هو راهي طيب انتم ما راكم نديروه في شغلكم من جهة واحد اخرى نحط عليه هادك الفلفل الحلو يحبي دير الحار يدير خضر عشوائيه نحطوه عشوائيه وياسوغ نحطوه فوقهم الجرجن نحطوه فوقهم الجرجن نصدفوه وهادك حبيبات طع الطماطش نحطهم ثانيك هادو كاميرا حين يطلقوا السوائل انتوحهم باش طيب هادك البطاطا وزيد مام الجاج كي طيب راه يطلق كامل هادك العصارة نتاعو هادوك الحبيبات تاع القارس ما عليش تخلوهم من داخل وهادك الشوية اللي بقاتلي تاع الماغيناد ندير لها شوية تاع الماء وراحان زي انضيفها ندي منها مغير فع زوجي مغارف باش ندهن بيهم مبعد السطح كي طيب الججن تاعي هذي هي الوصفة السحرية ندير شوية تاع الماء شوفوا الهنا غير شوية مشي بزاف هادك شوية ونحطها من فوق ندير شوية باش الباطاطات تاعي طيب صدقوني وصفة ما شاء الله نغلق البلاتون تاعي وندخلوه في الفورم لو نكون نغالق عليه وبعد كي نشوف الجج تاعي طاب نحياليه لغضة هنا رح الجج تاعي طاب شوفوا الهنا هذيك الخلطة اللي خليت منها شوية السر هذا هو اللي باش يجي مليح ندير شوفوا مغير فابرك صغيرة يعني عسيلة وندهن هادك السطح تاع الجج ولولا لكانت الججة جيه بغي مو روعة 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 وندهنها من فوق رح هنا الجج طاب باطا تاعي طابت كل شي طاب نعاوده هنا باش نحمر نشعل الاء من الفوق هاد الخلطة هادة يعني بغي مو سحرية وانا من دير هاده بي عندهاش حال ونخليه يتحمر من فوق هذا هو أحبابتي الطبق نتعنا شوفوا اللي هناك يتحمر رهوجة روعة 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 شوفوا هذا كل لون والريحة ما عندي ما نقول لكم إذن تلاقوا في طبق تقديم كانت هذه يا أحبابتي وصفتنا تعلوم دجاج محمر في الفرن مع الخضر وخاصة مع التدبيلة اللي درناها تدبيلة جد جد رائعة تخليهم برا محمر والداخل كما راكم تشوفوا يذوب في الفم والأطفال ولا الكبار ولا كامل يحبوا هذا النوع من المأكولات يجي أحسن وأحسن من الدجاج المحمر تعبرها ويليق مليح في الوصفة في العشاء ولا في الغداء خاصة في الأجواء اللي راه شوية برد دركاء طبق جد رائع متكامل وصخون وبغي ما سهل في التحضير ويخلينا اللي كان عندنا شغل ولا وفطورنا رهي طيب في الفور إذن إذا عجبتكم الفيديو أحبابتي ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات بها يجيكم آخر الفيديوهات اللي نحطها وتشاركوا يعني تبرتجوا الفيديو وليلايكات سيفو بلاي من فضلكم شكرا استودعكم الله كبالا جرس ترجمة نانسي قنقر